نروح لزملنا شريف شعبان مع دكتور سعد الشلبي القائم بأعمال المدير التنفيذ نشوف قال إيه عن هذا الاجتماع وما مرضوضه بعد هذا الاجتماع انفضل الشريف تعالى لك يا كابتن إسلام ولكل مشاهدي قناة النادي الأهل في كل مكان النهاردة يوم مهم جدا في حياتنا النادي الأهل اجتماعات من الساعة الرباعة أصرا معي القائم بأعمال المدير التنفيذ لنادي الأهل دكتور سعد شلبي بقول لك أهلا بيك وتحياتي الكابتن إسلام الشاطر لحضرتك وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن إسلام الشاطر والجماهيري النادي الأهلي اللي بتشاهد قناة النادي الأهلي النهاردة يوم مهم جدا في حيات النادي الأهلي تلت شركات من الساعة أربعة لحد الآن يمكن تلت شركات اجتماع مع مجلس دارة النادي الأهلي مرورا بقى باجتماع مجلس دارة النادي الأهلي ولسه منتهي من كل هذه الاجتماعات يوم مهمة في تاريخ النادي الأهلي ثلاث شركات شركة تخص كرة الخدم والمنشآت الرياضية والمنشآت يعني ثلاث شركات عاوزين نعرف أو نعرف جميع النادي الأهلي إيه النهاردة اللي حصل مع الثلاث شركات يمكن زي ما حضرتك قلت أنا شاركك في الرأي أنه اجتماعات كانت متتالية على مدار اليوم وكانت اجتماعات في غاية الأهمية لأن أول مرة يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل هيئته مع كامل هيئة مجلس إدارة كل شركة على حدة تم تحديد وقت محدد لكل شركة استعرضت شركة كرة القدم الخطة التفصيلية للمرحلة الانتقالية واستعرضوها بحقيقة بكل تفاصيلها الدقيقة أيضا وفقا لجدول زمنية محددة وفقا للرؤية واضحة وفقا لأرقام مالية أيضا يعني تم التعرض لها بشكل دقيق وتحديد المعلومات المطلوبة من كل طرف والجدول الزمني لتنفيذ كل إجراء وكل مرحلة في الحقيقة في حضور السيد ياسيم منصور رئيس مجلس إدارة الشركة أيضا والسيد مهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة واستعرض أيضا من خلال السيد المدير التنفيذ للشركة الأستاذ عمري شهين استعرض هذا التصور اللي نال في الحقيقة استحسان مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيمثل السادة المؤسسين لشركة الأهلي لكرة القدم وهم في محل الجمعية العمومية الملكة لكل الأسهم الموجودة داخل شركة كرة القدم أيضا تم استعرض البيانات المطلوبة خلال الفترة القادمة إن شاء الله اللي هيتم عليها الدراسات المستفيدة لكيفية البدء التجريبي لتشغيل الشركة والطلبات المحددة من قبل مجلس إدارة شركة كرة القدم تجاه أيضا مجلس إدارة النادي الأهلي وفي الحقيقة أيضا كان جزء مهم فيها هو التوقيتات الزمنية اللي احنا اشتغلنا فيها ليس اليوم وكانت أيضا من فترة سابقة تم تغذيتهم بمجموعة من العقود مع الشركاء الاستراتيجيين في الفترة السابقة أيضا تم استعرض جزء منها وتحليلها والوصول إلى توصيات فيها الحمد لله ده كان بالنسبة لشركة الأهلي لكرة القدم في الحقيقة الاجتماع التاني كان برضو أيضا على نفس القدر من الأهمية استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرادية في الحقيقة تفاصيل دقيقة لكن أيضا كان عنده مجموعة من القرارات المهمة أهم تلك القرارات هو استكمال تشكيل مجلس الإدارة ويمكن زي ما حضراتكم مشكورين كنتم تابعين معنا من خلال قناة النادي الأهلي على مداري اليوم بحوارات مستفيدة مع رئيس مجلس الإدارة أن كان أهم هذه القرارات هو استكمال هذا التشكيل اللي بيضم كفاءات وطنية أيضا وليس فقط على المستوى الوطن لكن أيضا على المستوى الدولي وده بيمث الفخر لكل أهلاوي بيشوف الشركات دي ازاي بتتقدم للأمام ازاي بيقودها قيادات متخصصة عندها فكر ورؤية واضحة كان القرار التاني أيضا وده قرار أعتقد أنه قرار تاريخي وأن الشركة استعرضت ملامح كراسة الشروط على مجلس الإدارة واعتمدت هذه الكراسة الخاصة بطرح حقوق رعاية تسمية الاستاذ الجديد وفي الحقيقة كمان أيضا كان فيه قدر كبير من الطمأنين لمسوا مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال مجلس إدارة الشركة أن القطاعات الاقتصادية العالمية والوطنية كان لديها رغبة حسيسة ليس في شراء ولكن أيضا في الدخول إلى هذا الطرح الجديد وده بيعكس قيمة ومكانة أعلامة تجارية النادي الأهلي وأيضا قيمة استاذ النادي الأهلي اللي إن شاء الله كل الجماهير المصرية بشكل عام والجماهير النادي الأهلي بشكل خاص سوف تسعد بي إن شاء الله استاذ النادي الأهلي ومثلا شركة كذا صح كده استاذ النادي وشركة كذا طبعا ده تجربة عالمية موجودة ويمكن النادي الأهلي كان رائد أيضا في التجربة دي على المستوى الوطني من خلال استاذه الحالي أيضا مع أحد الشركاء الوطنيين أيضا لكن التجربة الجديد فيها أن هي الأول مرة تطرح داخل أسواق المصرية والعربية والأفريقية لأحد الاستاذات المملوكة لنادي الرياضي وهو استاذ الأهلي الجديد اللي هيبقى مسئولية شركة الأهلي لمنشأة الرياضية في تنفيذ أعمال الإنشاء والتشغيل وإن شاء الله نأمل ده طبعا وفق الخطة الزمنية اللي استعرضتها الشركة ده كان القرارات المهمة جدا والتاريخية أيضا اللي الشركة ترحت على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتم الموافقة عليها باعتبار أن مجلس الإدارة بيمثل الكيان الكامل للجمعية العمومية اللي هي مساهمة في شركات النادي الأهلي الثلاثة الاجتماع الثالث أيضا ضم مجلس إدارة شركة الأهلي الخدمات الرياضية برئاسة السيد الوزير النهاردة وكان معاه كامل أعضاء أيضا مجلس الإدارة ريح يا راشد كان معاه كامل أعضاء مجلس الإدارة وفي الحقيقة أيضا عرضوا مجموعة الخدمات التي يمكن تقدمها من خلال شركة النادي الأهلي للخدمات الرياضية باعتبار هذا الهدف الرئيسي ليها وعرضوا مين الجهات المستفيدة من خدمات الشركة وفي الحقيقة كانوا مركزين في البداية على أنهم هيبتدوا أيضا بتقديم تلك الخدمات لفرق النادي الأهلي في كل الرياضات المختلفة للنادي سواء كانت رياضات جماعية سواء كانت ألعاب فردية وبدأوا بالفعل يطرحوا إن شاء الله تكليف من مجلس الإدارة بتنفيذ البعستين اللي مسافرين إن شاء الله للمغرب كرة اليد وأيضا البعثة اللي مسافرة تنس الطولة إلى المملكة الأردنية إن شاء الله بالإضافة إلى التشغيل الكامل للخدمات المقدمة للفريق الأول لكرة القدم من خدمات وحجوزات وطيران أيضا ثم تم استعراض أيضا ما هي الخدمات المقدمة للفاة التانية وهي أيضا فاة على قدر الأهمية نفس الفرق الرياضية وهي أعضاء النادي الأهلي اللي نحن بنفتخر بها دائما وأبدا ثم الفاة الثالثة وهي جماهير النادي الأهلي أيضا سوف يكون هناك مجموعة من الخدمات أو ضح مجلس الإدارة واستعرضها مع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نالت استحسان وقبول مجلس الإدارة وأعتقد أن كان فعلا زي ما بدأنا الكلام كان يوم مهم يوم تاريخي فيه تاريخ النادي الأهلي وأيضا تجربة فريدة في حياة الرياضة المصرية دقة ساعة العمل مع الثلاث شركات من اليوم العمل ابتدى اليوم زي ما ذكرنا كده كل الثلاث شركات بدأوا العمل العمل تم منذ فترة لكن العمل الفعلي في طبيعة التخصصات اللي بتمارسها كل شركة بدأ من اليوم وذكرنا أن شركة كرة القدم بتقوم بالدراسات التحليلية الواقع السوق بتاع كرة القدم وزي تنتقل من الوضع الحالي إلى وضع الشركة في خلال سنة ده شغل على الأرض وتم تسليم ملفات فعلية بموضوعات محددة وفقا لجداول زمنية محددة الشركة الثانية أيضا النهاردة بدأت تطرح حقوق خاصة باستاذ الأهلي الجديد الحمد لله وأيضا الشركة الثالثة بدأت تنفذ بعض المهام اللي هي مكلفة بيها تجاه الفرق الرياضية في مجال الحجزات وحجز الفنادق والآخره وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وأيضا كانوا في غاية السعادة أيضا بالدعم والمساندة من مجلس إدارة النادي الأهلي لكل تلك الخطط والدعم خلال الفترة السابقة في خلال عمليات التأسيس وتوجيه الشكر للمجلس بالكامل برئاسة الكابتن محمود أخيرا عاوز ديف حاجة أخيرة؟ شكرا جزيلا وتمنياتي لكل جماهير النادي الأهلي بأنها تستمتع بالخدمات المقدمة من كل شركات النادي الأهلي شكرا شكرا